السلام عليكم اتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب مرحبا بكم معي في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم غطان بالخضر بدنجال وبطاطا طريقة سهلة ضغية كيتحضر وكي جديد فتقدروا تقدموه كوجبة هكذا في الغداء او حتى العشاء اتمنى انكم تجربوه لانه اكيد سيعجبكم فبالنسبة للمكونات اللي سنحتاجوا خضيت هكذا بدنجال كتحتاجوا جوج حبات من بدنجال هكذا كبار او ثلاثة صغار خضيته وغسلتهم بزيان وحاولت هكذا انقطعوا دوائر بالنسبة للدوائر فما يكونوا شرقاق بزاف وفي نفس الوقت مشيغلات بزاف هذا هو الشكل ديالهم فخضيت نجال اللي قطعتوا هكذا دوائر صفيتوا ووضعتوا هكذا مباشرة في صينية الفرن فانا انا غدين شوي فل فران باش مكياخدش لي كمية كتيرة من زيت إلا بغيتوا تشويه غير في مقلات بكمية قليلة من الزيت أكيد يمكن لكم يعني سوى تستعملوا هكذا او لدخلوه الفران سوى تستعملوا غير مقلات سندهنوا هكذا بالقليل من الزيت زيت نباتية ومن بعد ما غادي نكمل غادي نقلبوا الجهة الأخرى وغادي ندهنوا أيضا بالزيت من بعد ما غادي نكمل فكندخلوا مباشرة الفرن اللي سبقلية شالته ليه باش يسخن كندخلوه على درجة حرارة 200 وعلى حسب الفرن ديالكم كان شالته ليه من تحت ومن فوق حتى كيتشويه من جهات الجوج او من بعد كنخرجوه إذا كان عندكم فرن غازي يعني كيشعل غير من تحت او من الفوق ممكن لكم تشويه في الأول من تحت ومبعد تشعلوني الفوق او لا تبقى ومشعلين غير تحت ومبعد ما كيتشويه من جهة تحتانية كتتقلبوه على الجهة الفوقانية فرشيتو هكذا بالقليل من الملح وغادي ندخلو الفران وبنسبة للبتاطا فحتاجت أيضا هكذا ثلاث حبات البتاطا وغادي نقطعهم أيضا هكذا دوائر دوائر ميكونوا شرقاق ومشي يغلط بزاف يعني باش هاد بتاطا مكت تهرش لينا من بعد مباشرن بعد ما كان قطعها كنوضع هكذا فماء باش غادي نزول هادا كل ناشا يعني كي يكون فيها فكم خمسة مره بهاتطار قاعدين قطع بتاطا كاملة من بعد غادي نبضلي هاد الماء يعني نوضعها في ماء اخر ونضيف ليه قليل من الملح باش هاد بتاطا يطيب لنا هكت شوي بنينة ونجدها تسلق ونجدها تسلق مدة طويلة لكي لا تسلق تسلق شدة رأسها وإذا أريد أن تقليها في الزيت أنا أريد أن نشارك معكم طريقة صحية بالنسبة للناس الذين لا يريدون القلي هنا مباشرة أخذت مقلات هكذا ساخنة وضعت فيها القليل من زيت الزيتون وضعت باصلة متوسطة مقطعها هكذا مكعبات صغيرة ونجد هذه المصلح تشحر ليها هكذا شوية من بعد سنضيف ليها هكذا حبة صغيرة من فلفلة اللي مقطع أيضا مكعبات صغيرة وحبة صغيرة من فلفل أحمر بالنسبة للفلفلة للخضراء الأحمراء كيبقاوا اختيارين إلا ما صفرش عندكم يمكن يكون ما ستسعملوهنش ولا ستسعملوهنش من بعد سنضيف ليهم كيمية قليلة هكذا من الكفتة بالنسبة للكفتة تقدروا تعودوها أيضا بصدر الدجاج أو لصدر الديكورومي تقطعوهم كعبات صغيرة وتسعملوهنش كيبقى على حسب الليم توفر عندكم فهنا بقيت هكذا كنحرك في هاد المكونات حتى غادي تطيب لي هاد الكفتة من بعد ما كانت تطيب الكفتة فالآن سنضيف ليها سلسل طماطم فأنا هنا عندي سلسل طماطم جاهزة لنستعملها إلا ما توفرت عندكم فتقدروا تعودوها بجوش حبات من الطماطم تحكوهم وتستعملوهم كيف يمكنكم استعملوهن مركز الطماطم يعني تخفوه بالقليل من الماء وتستعملوه فغادي نضيف هكذا الملح لأنه بتاطى ودنجال يعني ما فيهوش الملح بزاف ضفت القليل من الإبزار نصف من العقة صغيرة من كامون قليل من فلفل أحمر أو تحميره نصف من العقة صغيرة خرقوم ونصف من العقة صغيرة أيضا زنجبيل أو لسكنجبير غادي نضيف القليل هكذا من توم بودرة والقليل أيضا من البصل بودرة وغادي نضيف هنا القليل من سودانيا ولفلفلة حارة وأيضا ملعقة صغيرة هكذا من السلسة الحارة بالنسبة للناس لي كيبغو الحار النس لي ما كيبغوش الحار فأكيد ما يضيفوش الحار كيبقى اختياري فكنحركوا هاد مكونات هكذا مزيان مع بعض حتى كتطيب لنا هديك السلسة من بعد في الأخير كنضيف ليهم قليل من القزبر ومعدنوس هكذا المقطاع كنحركهم مع بعض وغادي نتفع ليهم مباشرة هكذا النار كنخليوهم جانبا وفهد الأثناء فبطاطا كتكون هكذا طابت اللينا كنكون صفيناها والنجال فحتهو كيكون طاب في الفران وكيكون هادا وشك ديالوم بعد ما تشبه في الفران اخر ريشو فكنخليوه هكذا شوية كيتحمر وبهد طريقة يعني كيجي احسن من انا نقليوه كيكون شارب الزيت فهنا غادي نحتفض بيها كده بنا نوضعوه في واحد طابق ولا واحد تبصل ومبعد غادي نزوز معاكم مباشرة باش غادي نحضروا هاد الكغاتا بالنسبة للسلصة اللي فيها الكفتا هكذا وصلصة تماتم هادا وشكل ديالها ابتاطا اللي سلقتها كيكون هادا وشكل ديالها والنجال ايضا بعد ما تحمر وغادي نحتاجوه القليل من جوب الموزاريلا ومن جوب الأحمر على حسب لم توفر عندكم فكنا اخذو هكذا مول ولا طابق هكذا زجاجي اللي كيدخل فران فكنا نوضع في طابقة الاولى الدنجال وبالنسبة لهاد المول ما تحتاجوش انكم تدهنوه بالزيت نهائيا يعني ما غادي يلصق ما وعلو فكتوضعوه هكذا طابقة اولى من الدنجال من بعد غادي نوضع طابقة من البتاطا اللي سلقناها بالنسبة لبتاطا اللي بغا يقليها فاكيد يمكن ليه فكتوضعوه هكذا طابقة من هديك الكفتة وصلت الطماطم ونحاول نوزعها بهذا الشكل ببعض تلك المود وصلت من بنجال سوف نجد تبقى موزاريلا في الوسط وسوف نأعمل كل القليل سوف نحاول بنتجم اختيجاري يعني ما بغيت نضعه هكذا في الوسط وسوف نضعه حتى الاخير وانا نضع نفس الطابقات يعني سوف نضع طابقة من الدنجال هذه كميات الدنجال سوف نضع تلك الوسط وطابقة الأولى ثم نضع البطاطل ثم نضع الكيمية في صلصة الطماطم ثم نضع ثم نضع الخضر ثم نضع فضول منه ثم نضع أكثر من الملح ثم نضع البطاطل ثم نضع الملح فقدروا هكذا قياسكم في الصنصة التماطم وفي البيض أيضا لأن هذا النجال وبتعطيه يعني ما كيجيوش فيهم الملح بزاف لأننا طيبناهم غير بكيمياء قليلة من الملح ضفت جوب الموزاريلا هكذا مع البيض ومن بعد كان نوضع هكذا البيض هكذا من فوق بالنسبة لهذا البيض فهو اللي قدي يجمع لنا هدوك الخضار من بعد ما نكمل فهو مباشرة ندخل الفران كنشال ليه من تحت ومن فوق على 200 درجة حتى يطيب لنا هدوك البيض ويدوب لنا هدوك الجبن والقراط تان كيتحمر كيكون هدوك الشكل دياله إلا بغيتوا ما زالت ضيفوا كيميات على الجبن هكذا من فوق أكيد يمكن لكم وكيكون هدوه القراطة اللي حضرت معكم اليوم بدنجال وبطاطا بطريقة سهلة وكيجي لديد بزاف كانتمنى أنكم تجربوه لأنه ها اكيد غدي يعجبكم وهكذا وجبة متكاملات قدروا تحضرها للغداء او حتى العشاء ونأكيد فهو قد نقطع معكم بشوفوا الشكل دياله من الوسط هكذا كيف كيجي فكيكون هدوه القراطة اللي حضرت معكم اليوم طريقة سهلة وسريع التحضير كيجي لديد بزاف كتمنى أنكم تجربوه وما تنساوش تصفتو ليا تطبيقات ديالكم في الانستغرام ونعجبكم الفيديو والوصفة اللي حضرت معكم اليوم ما تنساوش تروني يا جاي متباق تعجيو الفيديو مع استعقائكم ومع عائلتكم ولكن تركوا تزوروا القناة الأول مرة فأكيد كان رحبكم ما سبخلوش اللييا بالاشتراك وتفعلون زل جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات وما بقى اللييا غيرين نخليكم مع السور ونقول لكم تلاقى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله خليسكم على خير اشتركوا في القناة